تحل اليوم ذكرى وفاة السيدة جهان السادات قرنة الرئيس الراحل أنور السادات قدمت جهان السادات بثقافتها وعلمها نموثجا يحتذا به للمرأة في كل مكان بجانب دورها الوطني ابان حرب أكتوبر المجيد عام 1973 إذا كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات أيقونة الحرب والسلام الذي نجح في استعادة الأرض ورد الكرامة كانت هي أيقونة الإخلاص ورمز الرقي والوطنية إنها السيدة الجميلة جهان السادات وراء كل رجل عظيم امرأة شعار ترجمته سيدة مصر الأولى يوما ما والتي ارتبطت سيرتها الذاتية بجزء أصيل من تاريخ مصر فطوال حياتها كزوجة للسادات تحملت الصعابة بلا كلل وارتضت بأن يقدم زوجها حياته فداء للوطن ولدت جهان صفوة رؤوف في حي الروضة بمدينة القاهرة في عام 1933 حيث كانت تنتمي إلى عائلة من الطبقة المتوسطة العليا من صعيد مصر وفي عام 1977 حصلت جهان السادات على لسانس الأداب جامعة القاهرة ثم حصلت على الماجستير في الأدب المقارن ثم نالت درجة الدكتوراه في عام 1986 قبل تلك الفترة بأعوام عديدة وتحديدا عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها شهدت مدينة السويس في عام 1948 أول لقاء يجمعها بالرئيس الراحل أنور السادات لقاء ثم إعجاب تحول لخطبة ثم زواج في 29 مايو من عام 1949 وكان السادات حينها ضابطا في الجيش مسيرة حافلة مضى بها ابن مصر الأسمر برفقة جهان فكانت الزوجة المعينة في بداية حياتهما والداعمة في مشواره السياسية حتى وصوله لسدة الحكم قدمت جهان السادات بثقافتها وعلمها نموذجا يحتذى به للمرأة في كل مكان وذلك من خلال قيامها بالعمل التطوعية والمشاركة في الخدمات غير الحكومية دور وطني تجلى إبان حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973 حيث استحبت السيدات المتطوعات للخدمة بالمستشفيات ثم إلى منطقة القناة لدعم الجنود المرابطين هناك فاستحقت عن جدارة لقب أم الأبطال على الصعيضي الاجتماعي لعبت جهان السادات أدوارا هامة في العديد من المشروعات الخاصة بالأسرة وبالمرأة تحديدا مسيرة حصدت خلالها العديد من الجوائز الوطنية والدولية للخدمة العامة والجهود الإنسانية كما كرمها الرئيس السيسي في شهر أكتوبر من عام 2017 وأطلق اسمها على محور الفردوس عام مر على وفاة أيقونة الجمال ورمز الوطنية بينما ظلت جهان السادات حاضرة في أذهان المصريين السيدة الأولى الزوجة المصرية وصاحبة وسام الكمال اشتركوا في القناة